السلام عليكم أمنى البيضاء يوقف قاتل فتاة التلاجة تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمنى الدار البيضاء مساء اليوم السبت من أبريل الجاري من توقيف المشتبافية المتورط في قتل سيدة باستخدام السلاح الأبيض والتمتيل بجتتها وقد تم توقيف المشتبافي البالغ من العمر 43 سنة بحي المكانسة بمدينة الدار البيضاء وذلك بعدما كشفت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية أنه المتورط في قتل سيدة تبلغ من العمر 37 سنة وإخفاء جتتها داخل تلاجة بأحد المنازل بمنطقة بن مسيك بمدينة الدار البيضاء وكانت مصالح الأمن قد عطرت على جتة الضحية في الخامس من شهر أبريل الجاري وهي مودع داخل تلاجة بأحد المنازل بحي المسعودية بمنطقة بن مسيك ومستدعى فتح بحث قضائي مكن من تشخيص هوية المشتبافي وتوقيفي وقد تم إيداع المتورط في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على دمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف نياب العام المختصة وذلك للكشف عن كافة الدوافع والخلفية الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر